أيضا من الحدود البولندية الأوكرانية مفدنا أشرف سعد أشرف تراقب انت على مدار هذا النهار الأجواء في الحدود البولندية الأوكرانية واستمرار وصول النازحين واللاجئين إلى الحدود بالفعل وهذا المكان الذي نقف فيه الآن هو مكان مخصص للاجئين بعد وصولهم إلى هنا ربما تشاهدون الصورة غنية عن الحديث هذه مساعدات يقدمها متطوعون بالجهود الفردية وبعض المنظمات غير الحكومية يأتي اللاجئون إلى هنا للحصول على ما يستطيعون حمله من مساعدات لمهاجهة الأوضاع السيئة يعني ملابس ربما أطعمها بعض حفاظات الأطفال بعض المأكلات الأجواء قاسية البرودة هنا في بولندا وبالطبع هم جاءوا وليس معهم الكثير مما يعينهم على مشقة هذه الأجواء الصعبة قال لنا بعضهم أنه كان يحمل حقائب ثقيلة فضطرة لتركيها على الحدود لكي يستطيع المضي قدما في الرحلة يعني هذه المنطقة في قلب مدينة شيميشيل الحدودية على الحدود بين بولندا وأوكرانيا وهذه المدينة بالمناسبة صغيرة للغاية وليس فيها الكثير مما يتسأ لكل هؤلاء اللاجئين ولكن الحكومة البولندية تحاول وبسرعة أن تنقلهم إلى مدن أخرى ويتطلب في هذا الصدد دعما من الاتحاد الأوروبي ومن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خاصة ألمانيا وفرنسا والنمسا لأن هؤلاء لم يكن من المتوقع لهم أن يأتوا إلى هنا ودخلوا حدود الاتحاد الأوروبي وبالتالي صاروا مسئولية على القارة العجوز كلها عليها أن تتحرك بسرعة لمواجهة هذه الأزمة وكما ذكر أنس العداد قد تصل إلى مليون مما يعني أننا على مشارف أزمة مشابهة لتلك التي شهادتها القارة الأوروبية عام 2015 إبان الحرب السورية على كل حال القارة الأوروبية أعلنت الاتحاد الأوروبي أعلن وفي بداية هذه الأزمة أنه سيمنح تأشيرة للإقامة والعمل للاجئين هنا أو لهؤلاء اللاجئين نظرا لظروفهم السيئة وهذه ربما تكون جزئية ضئيلة من مساعدات يمكن أن يقدم الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه الأزمة الطحنة ترجمة نانسي قنقر